يتعرض الصحفيون اليمنيون لانتهاكات وملاحقات متواصلة لم تفلح الإدانات المتكررة التي أطلقتها منظمات مخلية ودولية في وضع حد للإيذاء المعنوي والمادي الذي يطارد الصحفيين اليمنيين خلال النصف الأول من العام الماضي أعلن مركز متخصص لرصد أحالات الانتهاكات بحق الصحفيين عن مائة انتهاكين ارتكبت أطراف الصراع بحق الصحفيين وكذلك مؤسسات إعلامية من بين الانتهاكات حالتا قتل ونحو أربع حالات إعدام وخمس خالات اختطاف وأيضا خالة إصابة واحدة وسبع حالات اعتقال كما شكلت الانتهاكات أكثر من ثلاث حالات اعتداء وأربع حالات تهديد وأيضا أربع حالات إيقاف عن العمل وخمس انتهاك لحقوق مؤسسات إعلامية بجانب انتهاكات أيضا أخرى المشهد الإعلامي في اليمن أصبح يتسم بالقمع وصدور أحكام عدام بحق الصحفيين بسبب الرأي وكذلك التعبير ميليشيا الخوثي تصدرت قائمة الانتهاكات بارتكابها أكثر من واحد وستين انتهاكا فيما ارتكبت أطراف تابعة للحكومة ثمانية وعشرين انتهاكا وسبع انتهاكات أخرى ارتكبها مجهولون محكمة تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء أصدرت في الخادي عشر من عام عشرين عشرين حكما غير نهائي بأقدام أربع صحفيين بتهمة الخيانة والتخابر مع دول أجنبية فيما ترفض الجماعة الإفراج عن ستة عشر صحفيا مضى على اعتقال بعضهم أكثر من خمسة أعوام عشرات القنوات وكذلك الصحف كانت قد تعرضت للإغلاق في مناطق سيطرة ميليشيات الخوثي ما تسبب في هروب الكثير منها إلى خارج البلاد ولا توجد أي قناة تبث من داخل البلاد باستثناء القنوات التي تخدم توجه منيشيات الخوثي وأيضا تروج لفكرها المستورد من إيران وتتزايد أوجاع الصحفيين والإعلاميين اليمنيين الناتجة عن الحرب الدائرة في البلاد وكذلك تداعياتها على مهنة الصحافة وقمع الحريات الذي وصل حد القتل وكذلك الاقتجاز التعصفي واستخدام الصحفيين كدروع بشرية فضلا عن الإخفاء القسري ووقف الرواتب وأيضا الطرد من العمل وهو ما جعل الوضع الإعلامي في اليمن يمر بأسوأ أحواله خلال السنوات الخمس الماضية